بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة في جليس يسعدك وفي جليس يتعسك في جليس يفتح عليك أبواب السعادة ويخليك قريب من الله وفي جليس يطفيك ويخليك حاسس بأن انت بيتخصم منك في كل نفس حاجات كتيرة جدا جدا جليس النهاردة حال لما يصيب الإنسان بيحس كأنه بيتراجع للخلف أو كأنه عليه غبار شديد أو كأنه في نور بيطفي هو نفسه بيحس أنه وكأنه اكسباير يعني بيحس أنه هو منتهي الصلاحية جليس النهاردة بيزومنا لما بنقعد معاه لوقت طويل بعد ما نكون استسلمنا أو تعودنا على القعدة والركود جليس النهاردة جليس معلش هتستغربه من اسمه شوية لكن هو جليس بيحصل وأنا أقول لكم الألفاظ اللي احنا بنستخدمه وتدل على الجليس ده بس هو جليس مهم جدا جدا ان احنا نتكلم عليه لأنه هو بيسر في حياتنا وبيخلي الناس للأسف يعيشوا كأنهم أموت جليس النهاردة اللي هنتكلم عنه حاجة اسمها الصدق الإنساني هو فيه بناء أدم ممكن يصدي احنا ممكن نصدي آه ممكن نصدي ممكن نصدي وفكرة الصدق دي فكرة مش بعيدة خالص 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 عن إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يشورلين عليها فروا سيدنا عبد الله بن عمر عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القلوب تصدق كما يصدق الحديد قيل يا رسول الله فما جلاؤها قال قراءة القرآن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن القلوب ممكن تصدق وفي الحقيقة مش بس قلوبنا اللي بتصدق لكن زواتنا كلها ممكن تصدق كل حاجة فينا ممكن تصدق يعني مكوناتنا الخمسة ممكن لعبة من النفس الأمارة بالسوء تخلي جسدنا يصدق تخلي عقلنا يصدق تخلي قلبنا يصدق تخلي كمان روحنا تصدق وبالمرة نفسنا كمان ممكن تصدق فمنحس بالصدق إمتى بقى؟ إمتى بنحس إن إنسان يصدق؟ بس خلينا أقول لك يعني إيه الإنسان يصدق؟ الإنسان يصدق يعني يجد إنه هو مش عارف مش عارف يتحرك بعد ما كان شعلت نشاط مش عارف يعيش بعد ما كان حيويته غريبة مش عارف يشوف بعد ما كان صاحب بصيرة مش عارف يختار بعد ما كان سيد قراره هنا الإنسان ممكن يحس إنه بيصدق بيصدق لإنه هو مش قادر يحس بنعمة ربنا بيصدق لإنه مش قادر يعيش شاكر لنعمة الله ولا حاسس إنه هو مليان بالنعم الناس كتير في أيامنا دي حاسين إنه هم بيصدوا سعادة هم نفسهم يقولوا عن نفسهم إن إحنا حاسين إن إحنا اتطفينا أو حاسين إن إحنا عجزنا أو حاسين إن إحنا ما بقيناش زي زمان عندنا نفس الحب للحياة حاجات كتيرة بتحس وتعبيرات كتيرة بنقولها بيتخلينا نحس إن إحنا صدينا فيه الصد ده خطر؟ آه عارف ليه؟ لأنه بيجعل الإنسان يتآكل يتآكل من داخله فلما يتآكل الإنسان اللي جواك تحس إن إنت ما بقتش إنسان يفضل يتآكل 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 الإنسان اللي جواك لغاية تصحى تلاقي نفسك عايش زي الأموات إيه بقى بيقول لنا إيه اللي بيحصل لنا بنحس إزاي بقى إن إحنا صدينا لما نحس ما نحسس بالله إزة العبادة وما نحسس بنور الصلاة بالله سبحانه وتعالى وبنحس بالصدى لما تكون النعمة اللي ربنا ملا بيها حياتنا بتمر قدام عينينا وإحنا مش حسين بوجودها واحد عنده أولاد فمش حاسس بوجودهم واحد عبقري فمش حاسس بنعمة الإجداء اللي عنده ونحس بالصدى لما كمان نلاقي المعاني اللي كانت بتحركنا وبتحفزنا للحياة ده كانت تكون مش موجودة بنحس بالصدى لما نستغني عن أحلامنا لما نحس بالخزلان لما نحس بالمظلومية لما نحس بإن إحنا كل الناس علينا وإحنا لوحدنا وكأن كل الناس بتعدى علينا وتدوس علينا لما نبطل نحب الحياة يبقى إحنا حسين بإن إحنا صدينا لما نبطل كمان نحب اللي حوالينا ونحس بجمال نعمة ربنا فيهم لما نبطل نبدع لما نبطل ننتجي لما نبطل نجرب ونقع وما نقدرش نقوم ونبطل كمان إحنا نمشي آه كده إحنا حسين بالصدر أنا عارف إن كتير من الناس هيقول طبعا إحنا كتير مننا حسين بكده وما فيش وقت إلا وحسين بده ممكن تقول لنا بقى إيه اللي بيخلينا نصدي عشان جايز لو عارفنا الأسباب نقدر نعالجها اشتركوا في القناة